السلام عليكم اعزائي طلبة وطالبات واولياء امور الصف الاول الاعدادي ان شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب بت باي بت الوحدة الرابعة زي ما عملنا قبل كده هتلاقي موجود عندك على القناة شرح الوحدة الرابعة بالكامل طيب يونت فور بتبدأ معايا بسؤال دالك سؤال المحادسة اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تبدأ تحل وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه هنا بيقولك ان حسام وكمال بيتكلموا عن محمد صلاح فحسام بيقوله مين هو نجمك الرياضي المفضل رد عليه طبعا انه محمد صلاح طيب ليه هو مشهور محمد صلاح بيقوله انه مشهور بسبب انه جيت في احراز ايه طبعا هنا حاجة اسمها سكورز جول اللي هي احراز الاهداف يبا هنا سكورينج جولز اللي هي الاهداف السؤال كان هي ران فاست هل هو بيجري بسرعة رد عليه قال له ياس هي از افاست ايه طيب هو بقوله هل بيقدر يجري بسرعة فقدر اقوله هنا ايوة ده لاعب سريع جدا يبا هنا اقدر اقول كلمة بلاير بلاير اللي هي معناها لاعب يبا كان هي ران فاست هل هو بيجري بسرعة ارد عليه اقول له ياس هي از افاست بلاير وكمان ممكن اقول له طبعا فاست رانر انه يعني بيجري بسرعة بعد كده وات داز هي نوت طيب هنا ده سؤال انزف الاجابة هي هاز جوت دارك يبا هنا بيوصف شعره بيوصف لحيته ده انه يعني يبا هنا داز هي شباب بيجي مع داز يعني هنا بيوصفه طبعا ماذا هو يشبه قال له طبعا حسام قال له حاجة موجود فيها هي لايك طيب لما تلاقي لايك بقى هو في الاجابة قال له هي از يبا السؤال كان بوات از هي لايك هو شخص ايه كمل كده عشان تعرف قال له بعد كده ده بيدي فلوس عشان يبنو مباني ومدارس يبا هنا هو شخص ايه طبعا طيب طيب او عطوف اللي هي كلمة كايند يبا اا كايند برسن بعد كده عندي سؤال اختياري السؤال الاول بيقول لي محمد صلاح نواط طيب احنا نسه لنا فوق يحرز العديد من الاهداف كلمة يحرز بقى ويسجل اسمها اللي بعده الطائرة ايه طيب هنا بيقول الطائرة تكون سريعة جدا ليه لانها بتمشي بسرعة تسعمائة كيلو متر على الساعة يوى سريعة لها فاست اللي بعده هنا الرجل الكبير في السن ده عنده طبعا هنا عايز يقول لك دقن دقن بيضة طويلة دقن او لحية اللي هي كلمة بيرد اللي بعده هنا بيقول ان الطائر الصغير ده طبعا ضعيف لسه ما بيقدرش يطير لانه وقت طويل لانه يقول لي كانت يبقى هنا ضعيف اللي هي كلمة ويك السؤال اللي بعده هنا بيقول اختي شعرها مش كيرلي طبعا ما هو بينفي ان هي كيرلي يبقى هو ايه عكسها بقى عكس كلمة كيرلي ستريت اللي هو نائم يعني اللي بعده what not your cousin look like اتفقنا لما يكون فيه look like بيبقى السؤال على طول بwhat does تاني look like بيسمعه what does look like اللي بعده the girls of that school always wear gray not on zero heads سؤال مهم البنات في المدرسة دي دايما بيلبسوا ايه على شعرهم طيب على الشعر بيبسوا حاجة اسمها scarf كان scarf اللي هي الطرحة جمعها طبعا scarves الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا the word كلمة strong is the opposite ايه خلي بالك هنا كلمة strong اللي هي معناها قوي بيقول لك opposite opposite اللي هي عكس او مضاد عكس كلمة قوي طبعا اللي هي ضعيف ضعيف اللي هي weak السؤال اللي بعده this kind man always not money to poor people هذا الرجل طيب او العطوف دايما يعطي المال طالما طيب يبقى بيدي المال للفقراء يعطي بقى اسمها gav اللي بعده my favorite team فريق المفضل one yesterday فازن بارح its best player scored two not طيب خلي بقى لك لعبي المفضل عايز يقول لك بقى احرز هدفين يبقى هنا two goals اللي بعده how not is the cairo tower بيسأل عام برج القهرة الف لجابة it's one hundred eighty seven meters طيب برج القهرة ده ارتفاع رأسي يبقى هنا بسأل how tall how tall اللي هو كم طول البرج اللي بعده بيقول لي هنا my aunt is not she always gives me presents هي دايما بتدي نها هدايا طيب هي ايه بيقول عمتي بتكون ايه هي بتدي نها هدايا طيب هي طبعا طيبة او عطوفة لها كلمة kind اللي بعده a successful footballer always talks to his not اللعب الناجح دايما يتكلم مع مين ببقى نعمه متابعينه او معجبينه اللي يسمع his fans يبقى هنا كلمة fans اللي بعده camels are not they can carry two hundred kilos of bags طيب هنا الجمال بتكون ايه هي تقدر تشيل متين كيلو شنط طبعا هي ايه شباب طبعا هي الجمال هنا قوية جدا كلمة قوية لها strong اللي بعده the woman the woman in the picture has got long knot hair طيب المرأة او السيدة اللي في الصورة طبعا عندها long a hair طبعا عايز اقول long street hair هي اللي تنفعز شعر نعمية اللي بعده my grand father has got a big note on his mouse هنا بيقول جدي عنده ايه على his mouse فمه طبعا على الفم بيكون عندي مستعدش اللي هو طبعا الشارب او الشنب يعني اللي بعده صلاح gives money to help people schools and hospital صلاح بيدي الفلوس لمساعد يساعد الناس في ايه في بناء عايز اقول لك ان يبنو خلي بالك بقى help to help people يبقى to المصدر هلو to build لكي يبنو schools and hospital يبقى to build اللي بعده how tall is محمد صلاح قاله في الاجابة he is one hundred seventy five not tall طيب هنا بي اسم المتر انه قال one point seven five يبقى meters الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بيكون عندنا جزء الاسئلة الخاص بالقواعد السؤال الاول بيقوله هنا and what you help me carry this box. قاله في الاجابة yes sure. خلي بقى بقى بيسأل هنا بيقول هل انت تقدر تساعدني? طيب يستطيع اللي هيك المتكان. خلي بقى لك help في المصدر ما ننفعش R اللي ينفع عنديك المتكان. اللي بعده I not got glasses. عندنا القاعدة اسمها have and has got. حط عينك على الفعل. الفعل I. I بيجي مع اي? have ولا has? بيجي معه. have. طيب بص كده. has ما ما تنفعش. don't know. عايزة have. يبقى الصح. I haven't got. انا ما عنديش نظارة. اللي بعده. my best friend not short dark hair. طيب خلي بالك بردو هنا. my best friend دي مفرد. طالما مفرد يبقى استخدم ايه يا شباب? has got. اللي بعده? Samir not got short hair. طيب نفس الكلام بردو. شوف Samir ده مفرد ولا جامع? مفرد. يبقى هازي مع good ولا have? يبقى Samir? عايزة has. يبقى Samir مفرد اقول له has got short. عنده شعر قصير. اللي بعده. this team not wins a match. the players are slow. هنا بيقول ان الفريق ده طبعا عايز يقولك هيفوز او مش هيقدر يفوز. بسبب انه عنده لعب بطيئة. يبقى لا يستطيع اسمع can't. بعد كده عندي سؤال correct. اللي بعده. Tarek's uncle has got a beard. but he has got a mustache. خلي بقى لك هنا بيقول لك خال طارق. خلي بقى لك has got تنفع. بس الغلطة ان فيه هنا شباب but. لما يكون عندك but يبقى لازم الجملة تانية يكونوا تنقضين. الجملة التانية بقول هو عندوش هنا. بيبقى جملة الاولى هو ما عندوش لحية. يبقى لازم انفي بقى هنا اقول له. uncle hasn't. لازم انفي طبعا. اللي بعده. we can giving money. طبعا خلي بقى لك بقى كلمة can بيجوارها المصدر. هنا بيقول to help poor people. كان على طول عايز مصدر الفعل. المصدر اللي هو بدون اضافاتي. بقول له. we can give. السؤال اللي بعده. the students طلاب in this class can spoke French. طيب احنا قلنا كان بيجوارها مصدر الفعل. فدي سهل بقى لما يقول لك كان وراء كلمة تجيبها لي في المصدر. المصدر means spoke. يعني يتحدث. السؤال اللي بعده. يقول هنا محمد صلاح not score lots of goals. طيب خلي بقى لك محمد صلاح يستطيع ان يحرز العديد من الهدف. يستطيع عندي لهي كلمة كان. يقدر طبعا. السؤال اللي بعده. بيقول لي. not you and your brother got strong arms. ركز على الفاعل هنا. الفاعل انت واخوك. انت واخوك دول جامع. وعندي got. يبقى عايز هنا have ولا has. قلنا الجامع بيجي معها هي have. يبقى له have got. اللي بعده. not you climb a tree. قال له في الاجابة no i can't. خلي بالك بقى لما يكون اجابة bs او no. اللي جاوب بيه هو اللي بيسأل بيه. واللي اسأل بيه هو اللي جاوب بيه. هو بيجاوب بcan't. يبقى يسأل بكان. برفع عليك. اللي بعده how not you get the full mark in that test. طيب هنا بيقول له ازاي يعني ادرت انك تحصل على الدرجة النهائية. يستطيع اللي هي كان طبعا. يبقى how can you get the full mark. اللي بعده can your sister in english. طيب هنا برضو can عايز اورها الفعل في المصدر. سهلة دي. اول متلاقي سؤال بدء بكان. وجايب لك بعدها نوع تحط فيها مصدر الفعل. المصدر اللي هو بدون اي اضافات. اسمعها sing. اللي بعده. طيب هنا برضو. هو بيكون ضعيف ولكن هو يقدر. طالما في بعض يبقى في تناقض. هو ضعيف ولكن يقدر يشير السندوق. يبقى نقول له can. اللي هي طبعا متناقضة معها. ماي برازر has not a laptop. هي اسمع has or have a برفع عليك has got. يبقى هو عنده laptop. اللي بعده. you not speak to your friends during an exam. خلي بقى لك اثناء الامتحان. هنا هقول تقدر تتكلم مع صاحبك? ولا ما تقدرش? طبعا في الامتحان ما ينفعش. يبقى له انت لا تستطيع انت تتكلم اثناء الامتحان. يبقى can't. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال اللي الاول فيها بيقول لي هنا we not go out today because we have too much homework. طيب هنا بقول احنا مش هنقدر نخرج النهاردة. بسبب ان عندنا واجبيات كتير. طبعا ما عنده واجب كتير يبقى هو لا يستطيع الخروج. يبقى هنا محتاج ايه? we can't. السؤال اللي بعده بيقول لي she not long hair. طيب خلي بقى لك. حط عينك على الفعل. الفعل عندي هنا شي. حط عينك عليه كده شوفه مفرد دولة جمع. شي يا شباب مفرد. يبقى عايز ايه? has or hasn't. هي اللي تم عاملها المفرد. هي ما عندهاش شعر طويل. يبقى له hasn't got. اللي بعده سؤال correct. السؤال اول بيقول لي have you got dark hair? قاله في الاجابة yes I do. طب جبت دو دي منين? غلط. ليه? لان السؤال بhave? يبقى الاجابة على طول يا شباب به. السؤال بهاز يبقى الاجابة بهاز. هو السؤال بهال كده. اللي بسأل بيه بجوبي. طالما ياس اقول له yes I have. اللي بعده? all my brothers and sisters have get dark curly hair. هي اسمها have get ولا have got? لا اسمها have got. عنده يبقى هنا اقول له got. اللي بعده? دعاء can't play volleyball. بعد كده بقول له she always wins. always هي دايما بتفوز. يبقى هي مش بتقدر تلعب ولا بتلعب كويس. ده هي تستطيع انها تلعب. يبقى اقول له دعاء can. اللي بعده can. صارة spelled english words. طيب هي can بيجي ورها مصدر الفعل. يبقى كان في السؤال يجي ورها المصدر. المصدر اللي هو spelled. يتحجى يعني. يعني هل صارة تقدر تتهجك كلمات? اللي بعده. طيب احنا قلنا can وcan not وcan't كل لهم بيجي ورها مفالة في المصدر. can not هي هي can't. مصدر اللي هو left. اللي هي يرفع الطربي زياني. الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا على الدرس الاول والتاني بيبدأ معي بسؤال الديالوك سؤال المحادسة. طبعا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تبدأ تحل. وخلي بالك الساطر ادا مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? مازن is talking with his mom. مازن بيكلم مامته about his friend سامير. عن صاحبه اللي اسمه ايه سامير. فهنا مازن بقول لا هلو رطع لي طبعا قلت له هلو مازن. مازن بعد كده لا there is my friend سامير. ده صديقي سامير. مامته ردت قالت I don't know سامير. انا ما عرفش سامير وسألته سؤال. واضح كده ان سامير جاي عليهم من بعيد وهو بيشاور لها بقول لا ده سامير صاحبي. طيب علشان اعرف السؤال لازم اقرى الاجابة. في الاجابة مازن قال لها. هو عنده شعر. واضح كده ان هو بيوصف سامير عنده شعر قصير. طيب لما بنيجي نوصف حد السؤال بقى بيكون ازاي? عندنا سؤال لازم تحفظه اللي هو لو بسأل هنولد اقول يعني مامته بتسأله بتقوله انا مش عارفة سامير. بتقدر يعني ايه هو بيشبه ايه ايه صفته? what does he look like? دي اول اجابة. قال لها عنده ايه? خلي بقى لك عنده شعر قصير واسود. يبقى هو بيقول لها كده. كلمة شعر بقى اللي هي هي. انا قادر اشوفه دلوقتي. هز هي نقطة كم بيها يا شباب? السؤال كم بيها? خلي بقى لك بقى طالما السؤال بهز يبقى هز هتيما فيه عشان الاجابة بنو. يبقى نو هي هزنت. لا ما عندوش. لانه بعد كده بقول لها ده بابا. هل والد سامير عنده لحية? فطبعا هيرد على بحاجة. هي هز. طالما هزة هنا مثبتة يبقى بقول لها ياس هي هز. ايوة عنده لحية. في الاخر هتقول له او ياس اي سامير. انا قادر اشوف سامير دلوقتي. بعد كده عندي الاختياري سؤال الاول. بيقول لي يونس هز جوت شورت نقط هير. طيب اسمها شورت دارك هير. اللي بيجي مع الشعر. يا اما اقول كيرلي. يا اما اقول ستريت. يعني شعر مجاعد يبقى كيرلي. اللي بعده. كل الناس بتحب اميرة. بسبب ان هي ايه. طيب كل الناس بتحب اميرة بسبب ان هي تكون ايه شباب طبعا ودود او عطوف. اللي بعده. اي ام تو بيزي. اي نقط. طيب انا مشغول جدا النهاردة. طالما انا مشغول جدا يبقى انا مش هقدر ازور عمتي او خلتي النهاردة. يبقى اللي بعده. هالا is wearing a nice نقط on her head. احنا قلنا هي بتلبس ايه على الرأس? على رأسها يبقى تلبس طرحة. الطرحة اسمها سكارف. يبقى هنا عايز اقول طرحة رائعة. اللي بعده. what not your uncle look like. اتفقنا لما يكون عندك look like. يبقى هنا what does على طول. لكن لو like بس بتقول is. يبقى what does your uncle look like. اللي بعده. this shelf is too high. الرف ده عالي جدا. I not reach it. انا مش قادر اوصل له. طالما هو مرتفع للغاية يبقى انا can't reach it. مش قادر اوصل له. اللي بعده بيكون عندي سؤال correct. السؤال الاول بيقول our house has getting five windows. خلي بالك. هنا بيقول ان البيت بتاعنا عايز يقول لك في يعني في خمس شبابيك. طبعا هي مسمى has get اسمها has got. يبقى هنا الصحة عندي ان انا هزبط له الجملة بقى. has got. اللي بعده. I can't answer this question. انا مش قادر اجاب على اسئلة دي. it's easy. ينفع. الاسئلة سهلة جدا. خلي بالك. طالما هي سهلة يبقى انا هقدر اجاب عليها ان شاء الله. يبقى اسمها I can. يبقى هنا لازم اخليها اثبات. السؤال الاخير. what does عمر? طيب ده سؤال ارى الاجابة لشان تعرف. he get short. هي اسمها he get? لا طبعا. انما اسمها he has get. he has got. هي الصحة بتاعها he has got short here. الصفحة اللي بعد كده بيكون عندنا الدرس التلاتة الرابع من الوحدة التلتة. كتاب بت باي بت اولى اعدادي. السؤال الاول بيقول هنا I don't want to watch this film. it's not. هنا بيقول لك انا لا اريد مشاهدة هذا الفيلم. يبقى هوية. خلي بالك بها. طالما هنا بينفي بيقول لك don't want. يعني لا اريد ان اشاهد يبقى الفيلم ده اكيد boring. مملة مسلا. السؤال اللي بعده I go swimming not a week. طيب عندنا حاجة اسمها مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. اللي هي once a week او twice a week. فانا بيقول لك انا اذهب للسباحة twice a week مرتين في الاسبوع. يونس loves art because he is good at not. يونس بيحب الرسم بسبب ان هو جيد في ايه? طبعا عايز كلمة لها علاقة بالرسم. اللي هي كلمة drawing برضو. اللي بعده? miss sama teaches not at our school. هنا بيقول انها بتدرس لنا او تعلمنا. طبعا عايز مادة دراسية. انزل في الاختيارات عندك هتلاقي مادة واحدة بس اللي هي history. بتعلمنا التاريخ في المدرسة. السؤال اللي بعده my hobbies are reading and not. هواياتي المفضلة. القراءة واي. طبعا عايز يقول لك القراءة والتلوين مثلا. اللي هي كلمة painting. بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول بيقول هنا. a blog is our and not diary. هنا بتكلم عن البلوغ اللي هي مدونة الاكترونية. طبعا دي لازم تكون على الانترنت. يبقى online diary. اللي بعده? after I not my homework I like reading a book. خليبه لك. عايز يقول لك بعد ما بعمل وقبي. عائلة work كلها بيجي مهاها do. يبقى هنا I do my homework. انا بقرأ كتاب يعني. اللي بعده? I won the race yesterday will not. انا فزت بالسواق مبارح. فبيرد عليه بيقول له احسنت. اللي هي طبعا اسمها well done. السؤال اللي بعده? I like doing sport. I go swimming in a lot. طيب هنا بيقول انا بحب موارسة رياضة. I go swimming. انا طبعا بذهب للسباحة بانتظام. يبقى كلمة regularly. اللي بعده? عمر is writing about his weekend in his online A. عمر بيكتب عن عطلة نهاية الاسبوع او اجازاته في ال online A. طبعا عندنا حاجة اسمها online diary. اللي هي اليوميات على الانترنت. السؤال اللي بعده? بيقول هنا he likes to write not in his blog daily. طيب هنا بيقول هو بيحب انه يكتب طبعا post this. بيكتب على البلاج على المدونة. بنحط حاجة اسمها post. اللي بعده? she likes doing experiments. هي بتحب التجارب العلمية. هي بتحب ايه? التجارب العلمية? طبعا بتكون موجودة في مادة العلوم. العلوم اللي هو الساينس. السؤال اللي بعده? we like not mass at school. طيب احنا بنحب طبعا عندنا حاجة اسمها do mass. كلمة mass بيجي مع دو. طيب like بيجي وراء الفعل بيضاف له ing. بنقول له do doing like. او doing mass. اللي بعده كده نكمل مع بعض جزء السئلة الخاص بالقاعد. السؤال الاول بيقول له هنا. صلاح likes not video games when he is a home. خلي بالك عندنا كلمات لازم يجب وراها الفعل اخره ing. زي كلمة like enjoy stop good at bad at. الكلمات دي كلها بيجي بعدها الفعل ing. but likes playing. يحب اللعب. اللي بعده? i quite like not sport. my favorite sport is tennis. انا الى حد ما احب عايز لك ممارسة الرياضة. قلنا like بيجي بعدها الفعل مضاف له ing. اللي هو كده بيكون تحول الى اسم يعني. بدلا ما هي do تبقى doing. اللي بعده? so is good at not close. برضو قلنا good at و bad at من الكلمات اللي بيجي بعدها الفعل اخره ing. ده كده بيكون اسم يعني هنا كائلة جيد في صنع الملابس. مش يصنع بقى صنع اللي هي making. اللي بعده? do you enjoy not at home? برضو كلمة enjoy معهم. يعني انا لازم احفظ الكلمات دول? اه هم كلهم ستة كلمات بتحفظهم. enjoy بعدها الفعل اخر ing. يبقى نقول له staying. اللي بعده? do you like? نقط films. طبعا like نفس الكلمة. like بعدها الفعل اخر ing. يعني هنا هل انت تحب مشاهدة اللي هي watching? الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ معايا بسؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا I am not good at run. I am slow. طيب هنا عايز يقول انا مش جيد في الجاري. خلي بقى لك good at بيجي بعدها الفعل اخر ing. يبقى نازم له running عشان تتحول من يجري الى الجاري. اللي هو طبعا running. السؤال اللي بعده? we love go to the cinema. قلنا طبعا like, love, enjoy, stop. بيجي بعدهم الفعل اخر ing. يبقى صح اننا اقول له going to the cinema. اللي هيكون معناها الذهاب الى السينما. ايه اللي بعده? does your father like eat pizza? نفس الكلام. قلنا like عايز اخرها الفعل. بعدها الفعل مضاف له ing. دي قاعدة لازم تحفظها. يبقى هنا اقول له eating. طيب معناها ايه? معناها يحب اكل البيتزا. هنا تحولت الى اسم. بعد كده سؤال الاختياري. سؤال الاول. مصطفى loves not art at school. طيب هنا برضو كلمة love. بيجي بعدها الفعل مضاف له ing. نحفظها بقى. طب معناها ايه? معناها ان مصطفى بيحب. طبعا انا اقول له عمل او ممارسة الرسم. doing art. اللي بعده. i like not english stories. طيب like عايز اوراها الفعل اخر ing. سهلة دي. يبقى i like reading. اللي بعده. i don't like painting. but i love ايه? قلنا يا شباب انا لا احب. هنا بقول لك التلوين ولكن انا احب طبعا عايز يقول لك السباحة اللي هي swimming. اللي بعده. does she love cooking? نفس الكلام برضو. ده سؤال شوف الاجابة بتاعته. yes she a. طيب لما يكون السؤال عندها شباب بدأ بdo او does. اللي بسأل بي هو اللي بسأل بي. السؤال هنا بdoes. يبقى الاجابة بdoes برضو. يبقى yes she does. اللي بعده. not you like playing tennis. طيب هنا بيسأل عن لعب التنس. طب هسأل بايه? you هنا جامع. طالما جامع يبقى عايز هنا do. خلي بالك من حتى لي. جامع فهنا اقول له do you like. هل انت بتحب لعب التنس? اللي بعده. noha is bad at not pictures. قلنا اني bad at بيجي بعدها الفعل مضافة ing. يبقى هنا نوها سيئة في طبعا drawing الرسم او رسم الصور. اللي بعده. سؤال incorrect. السؤال اول بلي my brother and I don't like watch tv after school. سهلا كده. اتفقنا كلمة like and enjoy stop الكلمات اللي كلها بعدها الفعل يكون مضاف له ing. عشان تبقى يحب مشاهدة التلفزيون. هنا الفعل بتحول الى اسم. هنقول لك watching. اللي بعده? does your sister enjoy play games? طيب enjoy من الكلمات اللي بيجي بعدها الفعل مضاف له ing. لازم احفظ الكلمة دي طبعا. يبقى هنا اقول له playing طبعا. بيكون معناها اللعب. السؤال اللي بعده? does سامح like studying math? قال له في الاجابة yes he do. اتفقنا. اللي بس اقل بي بجاوب بي. هنا السؤال ب does. يبقى ما ينفعش do. اقول هنا yes he does. اللي بس اقل بي بجاوب بي. ده السؤال بهال. يبقى هنا does. بعد كده نكمل مع بعض سؤال اختياري. السؤال الاول عندي هنا بيقول لي. على likes history because she loves not about the past. خلي بالك هي تحب التاريخ. because بالسبب انها تحب تعلم عن الماضي. اللي هي طبعا الفعل اخر. ing اللي هي learning. السؤال بعده? بيقول هنا who is not? قالوا at me. خلي بالك بقى لما بتسأل عن فاعل مجهول بتستخدم هنا at. who is at? كان حد بيخبط عليك فبيقول لك who is at? و تقول له انه انا يعني. انا اللعباب. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول اللي هنا. my grandfather usually tells me real stores from his a. هنا بيقول ان جدي عادة بيقول لي قصص حقيقية من ايه طبعا من diary اللي هي مؤلفاته. اللي بعده? بيقول له هنا he loves nature. he likes not the trees and animals. هو بيحب الطبيعة. هو يحب طبعا مشاهدة ان like بيقعدها الفعل اخر واي ان يجي مشاهدة اللي هي كلمة watching. مشاهدة الاشجار والحيوانات. kids usually like not الاطفال عادة بيحبوا ايه? زي وجوالي. القاعدة بتقول لي اني بيقى بعدها ing طيب كلهم ing طيب هما بيحبوا colors. يبقى طبعا هنا عايز كلمة ايه? التلوين اللي هي painting. اللي بعده? if you want to not swimming go to the red sea. طيب دي سهل بقى. هنا want to بيقى بعدها الفعل في المصدر اللي هو enjoy. وعطت لخبط ويجيب لي swimming اخرها ing. عايز يقول لك يستمتع بال السباحة. يبقى enjoy. بعد كده عندي سؤال correct. السؤال الاول بيقول لي he is good at play tennis. طيب احنا قلنا good at بيقى وراها الفعل مضاف له ing وبكده هو تحول لاسم. فهنا اقول لك جيد في playing اللي هي لعب التنس يعني. السؤال اللي بعده بيقول لي حسام is clever at jumps high. نفس القاعدة برضو good at زيها زي clever at. عايز اقول ان هو شاطر فيه. يبقى هنا اقول له القفز. يبقى هنا jumping. عط الفعل ing. لما بحط الفعل ing بيتحول الى اسم. طالما ما فيش قبله امو ازو ار. اللي بعده to rest is come to enjoy visit the permits. طيب enjoy زيها زي like بيقى بعدها الفعل اخر ing وبكده بيكون اسم. اللي هي معناها زيارة الاهرامات. يبقى نقول له visiting. بعد كده بيكون عندي سؤال paragraph. السؤال ده مجاب عنه في اخر الكتاب. ولكن ان شاء الله بنجهز لحلقة مهمة جدا. هنشرح فيها زي تكتب بارغراف بكل سهولة. واهم الموضوعات اللي موجودة في منهج اول اعدادي. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. الدرس الرابع والخامس وسادس والسابع. السؤال الاول بيقول لي هنا. a or an نقط person makes good decision. خلي بالك بيقول لك مين هو الشخص اللي يقدر ياخد قرارات جيدة. اللي بياخد قرار سليم ده اسمه sensible اللي هو العاقل والرزين. السؤال اللي بعده. my best friend and I love playing chestnot. هنا بيقول صديقي المفضل وانا. انا وصحبي بنلعب شطرنج. عايز قول معا مع بعض يعني. معا او سويا اللي هي together. السؤال اللي بعده بيقول لي never not at your parents. احمد. هنا برضو عايز اقول لك لا تصيح الى والديك يا احمد. الا هو تزعى او تعلي صوتك الى كلمة شعط. السؤال اللي بعده بيقول لي the strange not of that man frightened me. هنا بيقول ان الرجل الغريب او مظهر الرجل الغريب ده خوفني. طيب مظهر بقى اسمه ايه? اسمه appearance. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا. هنا بيقول ان الاس عندها مغامرات شيقة في ارض العجائب. طيب كلمة مغامرات اللي هي adventures. السؤال اللي بعده. بيقول لي my little brother is a lot of not. I like him so much. هنا بيقول ان اخويا الصغير عنده الكثير من ايه? لذلك انا بحبه جدا. خلي بقى لك المتحة او المرحة اسمها fun. يبقى هنا a lot of fun. السؤال اللي بعده. our and not person know a lot. هنا بيقول ان الشخص knows a lot اللي بيعرف كتير. اللي بيعرف حاجات كتير ده شخص شاطر وماهر اسمها clever. الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا. a lot person is always doing something. هنا بيقول لك الشخص اللي بيعمل حاجات كتير ده اسموي. انا عايز اقول لك الشخص المشغول اللي يسمعها busy person. السؤال اللي بعده. اسامة likes playing football basketball. نوع تنس. اسامة بيلعب او بيحب يلعب كرة القدم والسلة. اعزو لك what tennis اللي يسمعها and. يبقى هنا اقول له and the tennis. الى بعده my favorite book is not treasure island. طيب هنا بيقول كتابي المفضل اللي هي جزيرة الكنس. يبقى يسمى او يضع is cold. السؤال اللي بعده. it's not to take your umbrella. it's raining outside. هنا بيقول نهو من ايه? انك تاخد الشمسية لان الجو برا بيمضطر. يبقى ده من الرزانة او من العقل. اللي هي طبعا it's sensible. اللي بعده بيقول هنا. we often get. when we are unhappy about something. هنا بيقول احنا غالبا get a. بنبقى ايه? لما يبقى في حاجة غير سعيدة بنمر بيها. موقف غير سعيد يبقى احنا بنبقى غضبانين. اسمها get angry. اللي بعده. honey uses a not to go to school. because he can't walk. بسبب ان هوم بيمشيش. يبقى هو بيستخدم ايه وارح مدرسة. خلي بقى لك طالما he can't walk لا يستطيع ان يمشي. يبقى بيروح على wheel chair. اللي هو طبعا كرسي متحرك. طارق broke his leg. so he couldn't travel no on the school. هنا بيقول ان طارق رجلين قصر. لذلك هو لا يستطيع الذهاب او التقوال في المدرسة. طبعا اسمها travel around. يبقى دي لازم تبقى احافظها. اللي بعده. Layla is a or a not girl. she has no father or mother. خلي بالك هي بتكون بنت ايه? ما عندهاش ولا اب ولا ام. تبقى بنت طبعا يتيمة. كلمة يتيم اللي هي orphan. اللي بعده. an odd person is happy to do something dangerous. طيب هنا بيتكلم عن شخص طبعا بيكون سعيد لما بيعمل حاجة خطر. السعيد بالمخاطر ده اسمه brave. اللي هو الشخص طبعا الشجاع. ده كده بيقول لي هنا. I like swimming in the pool. بيقول لي نقط it's nice and cool. هنا بيقول انا بحب ان انا اسبح في حمام السباحة ده بسبب انه طبعا بيكون رائع. اللي هو طبعا لان طالما جاي السبب بيقول له because it's nice. اللي بعده بيقول لي there are not in that book are fantastic. طيب هنا بتكلم عن شخصيات موجودة في الكتاب. احنا قلنا شخصية في كتاب او فيلم مسلا اسمها characters. يبقى بيقول لك الشخصيات في الكتاب ده رائعة. يبقى characters. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا exercise على الدرس الرابع والخامس والسادس والسابع. بيبدأ معنا بسؤال ده. لك سؤال المحادسة. السؤال ده طبعا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مالك. وترجمها قبل ما تبدأ تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا. وبيعرفنا محادسة الكلام عليه. دينا بتقدم نوها الى مايا. فبتقول لها هنا. وبتقول لها this is my friend نوها. دي صاحبتي نوها. قلت لها hi نوها. وقلت لها what do you have? طيب بتسألها اللي معك ده او اللي عندك ده. فبتقول لها a book. كتاب يعني. I not reading. هي بها هنا بتقول لها يا شباب. انا احب القراءة. يبها انا عايز كلمة احب اللي اسمها like. يبها هنا بتقول لها I like reading. انا ما هكتاب علشان انا بحب الايه القراءة. قلت لها who's you're not writer. الكاتب ايه بالنسبة لك. فردت علىها في الاجابة لازم اقرأ الاجابة عشان اعرف. قلت لها نجيب محفوظ. وراح تتقيل لها سؤال تاني. خلي بالك بقى اكيد هنا طالما بتقول لها نجيب محفوظة وتالى مين هو كاتبك المفضل. طيب كلمة مفضل اسمها favorite. يبقى انا بسأل اول هو as your favorite right. نجيب محفوظ. سألت سؤال موجود في كلمة reading two ايضا. يبقى كنت بتسألها بتقول لها يعني هل انت بتحب القراءة ايضا لان في رجالة بتقول لها I do. فانا بتقول لها do. وطبعا you like. do you like reading? احنا عاد فيه like بجوارة فعلا اخر القراءة يعني. انت كمان بتحب القراءة تلاها حاجة تلاقي I do. طالما I do يبقى تقول لها yes I do. سألت سؤال تاني بعد كده. نوها بتقول لها what's your not? بتسأل عن حاجة. اقرأ الاجابة دايما علشان تعرف. قتلها Alice adventure in wonderland. يبقى بتسأل عن ايه? عن قصة مفضلة. لما تقول لها Alice في ارض العجائب. مغامرات Alice في بلد العجائب. يبقى هنا تقول لها يا شباب what's your favorite? طب بتسأل عن ايه? عن قصة. قصة يعني story. يبقى بتقول لها ما هي بقى قصتك المفضلة. يبقى favorite story. بعد كدت لها is it interesting? قلت لها yes of course. نقى بعد كده على سؤال اختياري سؤال اول. بيقول لي my grand father moves in our hand not he can't walk. هو لا يستطيع المشي. جدي بيتحرك على ايه? هو ما بيقدرش يمشي. طبعا ما بيقدرش يمشي. وانه يتحرك على wheelchair. كرسي متحرك. اللي بعده. the sharks we saw ads of film. where really? بيقول ان اسماك القرش اللي احنا شفناها في الفيلم. دي كانت حقا عايز اقول لك مخيفة. كلمة مخيف طبعا اللي هي scary. السؤال اللي بعده? بيقول لي هنا. these not drawings made us laugh. خلي بالك بقى. جعلنا نضحك. كلمة laugh يعني يضحك. طبعا ما بجعلك تضحك يبقى ايه? يبقى طبعا funny. مضحك او اه مرحي يعني اسمها funny. الصرحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول لي هنا. our new teacher. مدرستنا الجديدة. مس مونة. بعد كده بيقول لي. has a kind friendly نقط. هي عندها شخصية طيبة. طيب كلمة شخصية اللي هي number a. اللي هي كلمة personality. يبقى اللي جابة هنا شباب هتبقى كلمة personality اللي هي number a. بعد كده بيقول لي the child is not by the ugly man. الطفل عايز يقول لك خاف من الراجل القبيعة. طيب هنا كلمة خاف اللي هي frightened. يبقى هنا هتبقى frightened. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا sailing across the Atlantic is a great day. خلي بالك. البحار في المحيطة طبعا مغامرة كبيرة. كلمة مغامرة اللي هي كلمة adventure. بعد كده عندي سؤال paragraph ده مجابة عنه في اخر الكتاب. انزل معي بعد كده هتلاقي في نهاية الكتاب في نهاية الصفحة. برضو في نفس الصفحة هتلاقي عندك اسئلة تانية. اسؤال الاول بيقول هنا. my uncles twins not good blonde hair. طيب هنا بيتكلم عن توقم. خلي بالك بقى. ده فاعل جمع. طالما جمع مفعش يستخدم معاه غير have. يبقى قل have got blonde hair. يبقى جمع مفعش يستخدم معها. اللي بعده بيقول لي. I met a two not tall man yesterday. طيب خلي بقى لك لما بيجيب لك الشرطتين كده بيكون عايز قبلهم اللي هي من غير S. اللي بعده. many people stood in not line to get tickets for the show. خلي بقى لك ناس كتير واقفة في. عايز يقول لك طبعا في الطبور الطويل. اللي في خط مستقيم. السؤال اللي بعده هنا سؤال اكوريكت. السؤال الاول بيقول لي. Amira have got long straight hair. خلي بقى لك. اميرا ما جيش هراها ابو صرفي بي. لك جيش هراها ابو صرفي S. اللي هي اختصار لكلمة has. فهنا تتقول له. Amira has got. عشان طبعا اميرا دي مفرد. فقال له has got. اللي بعده. good students like to learn about many things. طيب نفس الكلام برضو. كلمة like من الكلمات اللي بيجي بعدها الفعل مطفله ing. فهنا هقول له انها بتحب التعلم. طبعا اسمها learning. كل عليك ان انت هتحط للفعل في الاخر ing. تحول الى اسم يعني. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. يكون في عندنا على الوحدة التالتة. بيبدأ معايا بسؤال dialog سؤال المحادسة. خلي بالك سؤال محادسة سؤال مهم جدا. اهم حاجة تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تبدأ تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه. زياد and احمد are talking about محمد صلاح. زياد واحمد بيتكلموا عن محمد صلاح. فقى هنا بيقول له هلو احمد قال له هلو زياد. وبدأ يقول له do you like نقط فوتبول. طبعا بيسأله سؤال. يعني بيقول له هل انت تحب? طبعا عايز يقول له لعب كرة القدم. خلي بالك كلمة like. بيجي بعدها الفعل مضاف له ing. زي ما قلنا يا شباب. بيقول له do you like playing? يبقى هنا بتتحول من فعل لو يلعب الى اسم اللي هو لعب كرة القدم. قال له yes نقط خلي بالك بقى do you. لما اجي اجيب بيس او نو كل علي يلو هتحول الى i. ولو yes ادبت الجزام هي. لو no بقول هي i don't. لكن هنا طبعا yes فاقول i do. هنا بقول له هو يعني من is your نقط مين هو كزا. قال له محمد صلاح. طبعا محمد صلاح يبقى بيسأل على اللاعب الرياضي المفضل. يبقى يقول له who is your favorite لعب رياضي يعني player. يبقى يقول له favorite player. مين هو لاعبك المفضل. قال له طبعا محمد صلاح. وقال له he not a lot of goals. اتفقنا. كلمة goals بيجي معاك من scores. يعني يحرز الكسير من الاهداف. يبقى he scores عشان مضرع. بسيط طبعا بتضيف لفعل s. اللي هي score وهطلع s في الاخر واقول له بيحرز العديد من الاهداف. what does he look like? طيب هنا بقى عايزوا يوصفه. في الوصف بقول له a bird and curly hair. عنده لحية وشعر مجعد. يبقى انا عايز يقول ايه? برافو عليك. he? طبعا اسمها he has got. قاعدة اللي عليك في الوحدة. he has got a bird. عنده لحية. قال له why do people like him? للناس بتحبه. قال له he has usually got a big smile. عشان عنده ابتسمة دايما جميلة وكبيرة. بعد كده عندي سؤال اختياري. سؤال الاول بيقول لي هنا a giraffe is a not animal. هنا بيتكلم عن الزرافة. طبعا انا عايز يقول ان هي حيوان طويل. خلي بقى لك الزرافة يقول له tall animal. اللي بعده. نادر. always talks nicely to people. دايما بتكلم بلطف للناس. he is an a. هو بيكون ايه? خلي بقى لك طالما هو بيتكلم nicely. يبهو ايه شباب friendly. برافو عليك عطوف وادود. اللي بعده. has some years that got a not? طيب هنا سؤال طبعا بيسأل عن والد سامير. يبقى got a. طبعا والد سامير يبقى عنده لحية. لا bird. اللي بعده. I need my not please. I want to read the newspaper. انا محتاج ايه من فضلك. انا عاوز اقرأ الجريدة. احنا عشان نقرأ بنحتاج نلبس نظارة. انه نظارة سامير جلاس. اللي بعده بقول هنا ليلة. not play basketball. she is too short. طيب هي طبعا قصيرة جدا. يبقى هتلعب ولا ما تلعبش? مش هتلعب بسكتبول. يبقى لا تستطيع. اللي هي can't. السؤال اللي بعده. my friend علي and I not got straight here. خلي بقى لك على الفعل. my friend ده واحد و I ده اتنين. يعني علي و انا. الاتنين جامعي. يبقى هنستخدم have got. اللي بعده. بيقول لي not your father got a mistake. خلي بقى لك برضو هنا. عندي got. طالما got يبقى عايز have او has. طيب في السؤال بقى عايز اسأل بhave او has. بص على الفعل. الفعل هنا مفرد. والدك يبقى تسأل بhas got. السؤال بعده. بيقول لي هنا how many not did your team score. طيب score يعني يحرز في الاحراز يبقى اهداف على طول. يبقى بقول لك كم عدد الاهداف او الجوال اللي انت احرصتها اسمها goals. الصفحة اللي بعد كده يعني كمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا what does your teacher of english look a? خلي بقى لك. عندنا سؤال اسمه what does look like? اللي هو يشبه يعني. يبقى لك عايزة بعدها like. اللي بعده. بيقول لي نيفين loves not tennis. اتفقنا كلمة love and enjoy and stop. يجب بعدهم الفعل مضاف له ing. تحول الى اسم. فهنا اقول له طبعا هي بتحب playing اللعب او لعب التنس يعني. اللي بعده. مايا not tennis but she likes basketball. طيب خلي بالك بقى هنا هي تحب البسكتبول. يبقى هي لا تحب. ليه? لان but دي بيجي بعدها جملة متناقضة. الجملتين لازم يكونوا عكس بعض. طالما في التانية هي بتحب البسكتبول. يبقى في الاولى هي لا تحب التنس ولكن تحب البسكتبول. يبقى الصح عندي. مايا doesn't like تنس. ما بتحبش التنس. اللي بعده. not sport do you like? طيب خلي بقى لك سؤال. اي رياضة? كلمة اي او اي او ما اللي هي which. انا عايز اقول لك اي رياضة انت بتحبها. which sport? اللي بعده. what not your mass teacher look like? طيب خلي بقى لك بقى كلمة look like يبقى does على طول. what does your mass? يبقى look like باستخدمها. اللي بعده? I can drive a car but I not ride a bike. برضو نفس القعدة. انا ما اقدرش اركب العربية ولكن يبقى التانية اقدر. طالما الاولى لا استطيع. يبقى التانية استطيع. can't. عشان but. اللي بعده? سؤال correct. السؤال الاول بيقوله هنا. I like watch football matches. طيب اتفعنا كلمة like من الكلمات اللي بيجوا وراها الفعل مضاف له ing. يبقى الصح ان انا اقول له I like watching. طيب معناها اي watching? معناها مشاهدة. يعني انا احب مشاهدة كرة القدم. يبقى هنا watching. اللي بعده? بيقول لي we enjoy stay at the park yesterday. طيب enjoyed زيها زي like. بيجي بعدها الفعل مضاف له ing. طب في الحالة دي الفعلي بيكون اسم. يعني هنا stay يبقى لما اقول له sting البقاء. يبقى هنا staying. اللي بعده? mary doesn't good dark hair. she has good blonde hair. خلي بالك. doesn't ما تنفعش. ليه? لانها عندي got. got عايزة ابلاها have a has. عايزة اقول عندها او ما عندهاش. هنا من فيها يبقى له hasn't لان ماري طبعا مفرد. يبقى hasn't got. اللي بعده? has your dad get a mustache? طيب هي اصلا ما اسمهاش has get. هي اسمها has got. يعني هل والدك عنده او لدي شارب يعني ما اسمها got. اللي بعده? can you telling me a story mom? رد عليه? قال له yes can. طيب السؤال هنا بcan. يجب في الفعل بعده في المصدر. خلي بالك can بتعوز بعدها فعله في المصدر. المصدر اللي هو بدون اضافات. بقول له tell. اللي بعده? we can live without air. طيب بدون هوا نقدر نعيش? لأ طبعا يبقى مفعش اقول we can. اقدر اقول we can't live. نحن لا نستطيع. يبقى هنا can't. بعد كده عندي سؤال paragraph ده طبعا مجاب عنه في نهاية الكتاب. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا امتحان على الوحدة التالتة بالكامل. بيبدأ معايا بسؤال سؤال مصدر الاستماع. السؤال ده زي ما تعودنا هو عبارة عن قطعة صغيرة. القطعة دي بتسمعها كويس جدا في الامتحان. ومن خلال انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي. اهم حاجة يا رأى السؤال كويس علشان تعرف تختار الاجابة. طيب القطع دي موجودة عندك في اخر الكتاب. علشان كده هتلاقيني بحلالك على طول وابدأ اشرح السؤال اللي بعده. رقم واحد بيقول لي ماجد ايه نقط. طيب هو كان ايه يا شباب في القطع? كان بيقول في القطع ان هو طالب. السؤال اللي بعده? هو كان بيحب ايه? طبعا في القطع كان بيقول لي طبعا ان هو كان بيحب القراءة اللي جابت لكلها بتحلها من خلال اللي انت سمعته. هو ما كانش بيحب بيلعب الالعاب الكمبيوتر. يبيني السؤال اللي بعده بيقول لي لوقت. طيب هو كان بيحب كتابة الايه? خلي بالك من خلال القطعة كان بيحب كتابة القصص اللي هي الاجابات دي كلها بتحلها من خلال القطعة بتسمحها فيه الامتحان متحلاش من دماغك. بعد كده عندي سؤال ادعي لك سؤال ايه المحادسة? اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على معلك وترجمها قبل ما تبدأ تحل. هنا رانيا ونجلا بيتكلموا عن هواية الهواية بتاعتهم يعني. فهنا بتقول لها هاي نجلا وقالت لها طبعا بعد كده هاي رانيا. قلت لها ايه هي هوايتك المفضلة? ارى الاجابة عشان تعرف. ايه نواط ريدنج اند سبورتس. طيب لما حد يسألني وقل لي ايه هي هوايتك المفضلة? قل له انا احب. اللي هي اي لايك. يبيني بتقول لها اي لايك. بحب القراءة والرياضة. رانيا قلت لها حاجة موجود فيها ده سؤال. ارى الاجابة عشان اطرف اذاة الاستفهام. اي لايك نواط تنس. يبقى التنس زي رياضة? يبقى هنا بتسأل بيه. عند حاجة اسمها ويتش سبورت? اي رياضة? او what do you like? يبقى what do you like? اي لايك نواط تنس. دو يو لايك اتو. طيب خلي بالك هنا بتسألها. اه بتقول لها اي لايك بلايك. خلي بالك لايك بيقى وراء الفعل وضف له اي انجي. انا احب لعب التنس. دو لايك اتو. هنا بتقول انت بغا بتحب ايه? فطبعا قلت لها حاجة. قلت لها اي لايك بلايك بلايك باسكتبول. يبقى هي كمان شباب عشان ده ويا فتقول لها هنا اي اس. ايوا? اي لايك بلايك بلايك باسكتبول. يبقى هنا الاجابة تبقى ياس. وبعد دي ما بتقول لها انا بحب لعب الباسكتبول. نجل لها بعد كده سأل السؤال. where do you play it? بتلعاب اللعب دي فين? خلي بالك انها ممكن تكتب اي اجابة. لانها بتقول لها اجي معك. يبقى انا تقدر تقول لها شباب تقول مسلا اللي هي في النادي. يبقى يبقى محتاج مكان. يبقى اقول له في النادي يعني. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا سؤال القطعة. سؤال القطعة سؤال مهم جدا. اهم حاجة فيه انك تقرأ القطعة على مهلك. خذ وقتك وانت بتقرأ السؤال ده. هنا هساب لك اراءة القطعة زي واجب كده. اقرأ القطعة بتاعتك براحتك. لو في كلمة وفت معك اكتبها لي في التعليقات. نبدأ نحلم بعض اسئلة القطعة. السؤال الاول بيقول لي هو طالب منك هنا انك توصف جودي. طيب انا اصلا بحل الاسئلة دي منين? من خلال القطعة. ما بتحلش من دماغك. يعني محدش يحل من دماغه. ارجع للقطعة السطر الاولاني بيقول لي يبقى تنقل له السطرة ده في اجابة السؤال الاول. هو بيقول لي اوصف جودي. فتقول له يعني عندها شعر بني طويل. زي ما اتفقنا الاجابات دي بتحكيبها في القطعة. يعني بعد ما تقرأ القطعة تبدأ تتعرى السؤال وترجع الى القطعة تاني تجيب الاجابة من السؤال. يعني بعده بيقول لي واي معناها لماذا? ليه يعني بس طبعا لماذا? بقى على بيكوز. يبقى اقول له بيكوز بالسبب وقوله طبعا شي. خلي بالك الاجابة اصلا موجودة جوه القطعة. يعني برضو ما تحلش من دماغك. يبقى هنا اقول له الناس كانت بيحبوها. يبقى تقدر تقول له ان هي كانت يعني مريحة وطبعا ودودة وعطوفة. اللي بعده. طيب يعني كامل عمر. عمرها قديه? طب هو قال لي في القطعة ان هي عندها تلاتتاشر سنة. يبقى اقول له يبقى الاجابات دي كلها بتجيبها من جوه القطعة. لازم تفهم السؤال وترجمه عشان تعرف تجاوب. بعد كده تلاتة اسئلة اختياري على القطعة برضو. السؤال الاول بيقول لي هنا الكاتب كان ايه بالنسبة لاخته? طبعا هو كان بيحب اخته جدا. هو بيقول لي كده في القطعة يبقى لايكس. اللي بعده طب هو كان اكبر من جودي ولا اصغر? طبعا كان بيقول لي في القطعة ان هو كان يعني اكبر من جودي. اللي بعده جودي تروح النادي كل ايه? طبعا هو كان بيقول لي انها كل اسبوع. يبقى انت بتحل برضو من خلال القطع بأبري ويك. بعد كده سؤال اختياري. السؤال الاول. خلي بقى لك كلمة مش عزاك تنسى من الكلمات اللي بيبعدها الفعل مضاف له. يبقى ادور هنا على اللي هي مشاهدة التلفزيون. اللي بعده بيقول لي نادا يعني هنا بيقول ان نادا دايما بتجاوب على الاسئلة في الفصل. طبعا هي طبعا شطرة وممتازة. كلمة بقى ماهر او شطر اللي هي يا شباب اللي هي كليفر برافو عليكم. اللي بعده بيقول لي نقط يو يوز يور نيو كمبيوتر ويل. طيب خلي بالك هنا. انا عندي هنا الفاعل يو. هنا عايزوا لك هل انت بتقدر تستخدم الكمبيوتر ولا? يبقى هنا كان يو يوز. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي طيب هنا بيقول صاحبي المفضل طبعا دي مفرد. طالما مفرد يبقى الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا قال في الاجابة يبقى بيسأل عن ايه? هو جايب لي في الاجابة كلمة طول يبقى بيسأل عن طول الشجرة. يبقى هاو او او رتفحة هاو طول الزتري. اللي بعده بيقول لي ماي سيستر لينا has got long hair. نقط غلاسس. خلي بيقول لك هي عندها شعر طويل. عايزوا لك ونضارة. طيب وال هي ايه? اللي هي اند غلاسس. اللي بعده بيقول لي اللي هي الدراسات الاجتماعية. طبعا دي كلها مواد دراسية العلوم وماد الدراسات يسمى subjects. اللي بعده. my father is busy طبعا هي اخوة والدي مشغول. not he plays sports everyday. طيب هو مشغول ولكن هو بيلعب رياضة كل يوم. يبقى فيه تناقض. التناقض بستهتم بعد. السؤال اللي بعده بيقول لي my grand mother gives me useful advice. she is نقط. هنا بيقول ان جدتي بتديني طبعا نصائح مهمة. يبقى هي ايه? هي عايز يقول لك انها sensible. عاقل او رزين. السؤال اللي بعده بيقول هنا something scary makes you feel. ايه? لما يكون في شيء مخيف ده بيجعلني طبعا ان انا خاف. يبقى هنا frightened. اللي هو طبعا يخاف يعني يشعر بالخوف. بعد كده بيكون عندي سؤال correct. السؤال الاول بيقول لي هنا rabbits like eat carrots. طيب هنا ما نفعش استخدم الفعل في المصدر. ليه? like من الكلمات اللي بيقرار فعلا مضف له اي نجي. يبقى eating. يعني هنا بيقول الارانب بتحب طبعا اكل الجزار. اللي هو eating. so he نقط او he can play football. هو رجله انكسرت يبقى هو هيقدر? لا طبعا هو ما يقدرش. محتاج هنا ينفي. ما يقدرش يلعب كرة. طبعا رجله انكسرت. يبقى هنا هنفي اقول can't. لا يستطيع. السؤال اللي بعده do your father like driving cars. هل والدك بيحب قيادة العربيات? طبعا والدك دي مفرد. مفعش اسأل بدوه. السؤال اللي يكون بيها يا شباب برفو عليك does. يبقى له. السؤال اللي بعده. طيب اصلا دي مفرد. يبقى هنا مفعش هاف. المفرد بسأل عليه بhas او بستخدم معي has got. يبقى هنا has. واكتب الاتنين مع بعض يا شباب. has got a big smile. عندها طبعا ايه? ضحكة كبيرة. بعد كده سؤال براكرافتها طبعا مجاب عنه في اخر الكتاب. ولكن ان شاء الله نزل اهم الموضوعات اللي موجودة فيه المنهج. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا امتحان مراجعة على اول تلات وحدات بيبدأ بسؤال اللسن سؤال نص الاستماع. السؤال ده زي ما تعودنا هو عبارة عن قطعة صغيرة. القطعة دي تسمح كويس جدا ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك. يعني الاجابة بتحلها من خلال القطعة اللي تسمحها في الامتحان. طيب القطعة دي موجودة عندك في اخر الكتاب علشان كده نبدأ نحلها على طول. وبعد كده نبدأ نشرح السؤال اللي بعده. اول سؤال بيقول لي هنا احمد بيتكلم الامين كان في القطعة شباب بيكلم كان بيكلم جده طبعا. السؤال اللي بعده احمد طيب هو بيلعب ايه بقى في الوقت ده كان بيلعب شطرا اللي هي طبعا كمة السؤال اللي بعده احمد طيب خلي بالك هو كان بيعمل واجب ايه طبعا كان بيقول لي الانجليش. الاجابات دي كلها بتحلها من خلال انت بتسمعه. بعد كده احمد كانوا بياخدوا ايه طبعا كانوا بياخدوا سيلفي اسمها تيك سيلفي. كل الاجابات اللي حلناها دي بتحلها من خلال قطعة بتسمعها في الامتحان. السؤال اللي بعد كده هو سؤال ده لك سؤال المحادسة. اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مالك وترجمها قبل ما تبدأ تحل. وخلي بالك السطرة ده مهمة جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عني. طيب سمير بيتكلم بعد كده بيقول لي سمير صلاح. هنا بيسأل سؤال بيقول لي نقط. طيب كم عدد الاخوات اللي موجودين طبعا عايز يقول له عندك. قال له سؤال كان ايه يا شباب? ويقول له طبعا شباب ده صيغة السؤال. احنا قلنا لو الفعل جمع يعني بيستخدم. يبقى هنا بيقول له قال له طبعا عندي تلات اخوات. صلاح بعد كده سأل سؤال موجود في طيب قال له في الاجابة يعني انا بحب السباحة. يبقى بيسأل عن اي عن اي رياضة. الرياضة بقى اللي انت بتحبها. يبقى ممكن يقوله طبعا which sport do you like يعني اي رياضة انت بتحبها لانه في الاجابة بقول له I like swimming. سلاح سأل سؤال. اعرى الاجابة علشان اعرف السؤال الاجابة. طبعا ما الاجابة بيسيب السؤال بهل. طب هنا بيسأل عن ايه اصلا. بيسأل بيقول له ايوه انا بروح النادي كل اسبوع. يبقى بيقول له هل انت بتروح النادي كل اسبوع. يبقى جامع اللي هو يقول له هل انت عادة يعني بتروح النادي? قال له ايوة بروح النادي كل ايه اسبوع. صلاح سأل سؤال خلي بالك ده سؤال الاجابة طالما الاجابة بنو يبقى هنا عايز هل يبقى له هل انت بتقدر تتسلق الشجرة دي? قال له طالما لازم طبعا احط ابو سرفيتي في الاخر. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا سؤال القطعة. سؤال القطعة وسؤال مهم جدا عبارة عن قطعة صغيرة. بتقرأها كويس جدا هنا بقى هسيب لك اراية القطعة زي واجب كده. ارا القطعة براحتك لو في كلمة وفت معاك اكتبها لي في التعليقات. نبدأ نحل السؤال الاول بيقول هنا هنا بيسأل عن والدين سامح. بقول الوالدين بتوع سامح كانوا عايشين في ان? ارجع للقطعة هنا بيقول ان هما كانوا عايشين في طنطة. يبقى اقول له يا شباب اقول له داي لان الفعل هنا جمع. زي طبعا يعني هما بيعيشوا ان طنطة. موجود عندك في اول سطر. يبقى الاجابة الصحة يا شباب زي طنطة. السؤال بعده? بقولي بيسأل هي كانت بتعمل فين يعني اينة? طيب هو بيقول في السطر القبل الاخير انها كانت بتعمل في مكتب للعمل. يبقى اقول شي. خلي بالك شي لازم تحط اس للفعل. يبقى انا ما بحلش من دماغي انا بحل من خلال يا رجالة من خلال القطع اللي قدامي. السؤال البعض هو طيب كم عمر? كم عمر يسري كان بوجد عندي في القطع انه عنده اتناشوار سنة. يبقى هنا اقول له يا شباب اقول له طبعا يبقى انا عندي الاسألة دي بحلها كلها من خلال القطع. ما بحلش من دماغي. بعد ما قرر السؤال ارجع للقطعة تاني. بعد كدة السؤال اللي بعده هو سؤال سؤال اختياري من القطع سؤال اول سامح از نقط زان صفاء. سامح طبعا كان سفاء. السؤال اللي بعده سامح طبعا احنا قلناه هم كانوا عاشين فين اجداده طبعا كانوا عاشين في امريكا يبقى هنا الاجابة رقم دي لجابة دي كلها جوه القطع. السؤال اللي بعده The underlying pronoun Zem. الضمير Zem اللي هو موجود عندك في القطع ده يا شباب بيعود على مين? طبعا ده كان بيعود على الاجداد بتاعتهم. يبقى هنا كلمة زم هنا بتعود على سامح اللي هو طبعا اجداد سامح. السؤال اللي بعده هو سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول لي هنا انا طبعا بلبس عايز اقول لك يعني عايز هو بلطه تقيل بسبب ان الجو سائع جدا يبقى كلمة كوت. اللي بعده اي نيفر لسن نقاط ميوزك. طبعا هي اسمها لسن تو ميوزك. حافظينها بقى. يبقى هنا تو. اللي بعده اي جو سويمنج نقاط اويك. طيب كلمة اويك بيجاب لها وانس او تويس اويك مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. يبقى لا تنفع عندي في الاجابة لها كلمة تويس اويك. مرتين في الاسبوع. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول لي هنا بيسأل عن حاجة. قال له خلي بقى لك معنى ان بيسأل عن حاجة جامعة. هل دي عايز يقول لك سيارة تولديك. يعني هنا السلم الكية. خلي بقى لك طالما الجامعة اللي هي كلمة يبقى نحط الابصر في بعد الاس. السؤال اللي بعده بيقول لي. طبعا شباب دي مادة دراسية. هنا مادة دراسية سهلة. طيب مادة دراسية اسمها ايه? اسمها سكول سوبجيكت. السؤال اللي بعده. الكتاب بيخص البنت لي. يبقى هو ايه? هو ملكها. يبقى هنا عايز دمر ملكية. اللي بعده. طيب خلي بقى لك عايزوا احنا عندنا مادة الكمبيوتر. يبقى هنا اقول له. عشان طبعا وجامعة. السؤال اللي بعده. طيب انا بحب النوع ده من الافلام علشان ده مسير جدا. يبقى هنا شباب افلام ايه? افلام المغامرات اللي هي ادفنشر. السؤال اللي بعده. عندنا حاجة اسمها العمل التطوعية. هو بيعمل عمل التطوعية. اسمها طبعا يبقى بيعمل عمل التطوعية في المستشفى. اللي بعده. طيب انا رانيت ايه? ولكن ما كانش في حد في البيت. طبعا اللي يمكن نرنه اللي هو الجرس اسمه بال. بعد كده عندي سؤال السؤال الاول بيقول هنا علي روم خلي بالك عايز اقول غرفة علي. يبقى هنا عايز اس ملكية. يبقى علي اسم عالم. بيجي بعدها ابصر في اس. يبقى اقول له اللي هي قوضة علي او غرفة علي. السؤال اللي بعده. طيب هي بيجي وراها لايكس اخرها اس? لا طبعا. عايز وراها الفعل في المصدر. مصدر فعلي اللي هو بدون اضافات. يبقى اقول له ان اختي لا تحب اللي اقول له. اللي بعده. طيب خلي بالك هنا بردو بيقول لك ما تنفحش هنا شباب ده اسم عايز قبله منه صفة ملكية. يبقى ان دي شنطة المدرسة. اللي بعده. الرجل ده قوي. هو يقدر يشيل الصندوق ولا ما يقدرش. طبعا يبقى طبعا كان يستطيع انه يحمل هذا الصندوق. يبقى اقول له هي كان. بعد كده عندي سؤال السؤال ده مجاب عنه في اخر الكتاب ولكن ان شاء الله هينزل لك شرح كامل ازاي تعرفت حل السؤال ده بالتفصيل واهم الموضوعات اللي موجودة في المنهج.